أستاذ اللغة الإنجليزية أنمار عماد مجيد درس اليوم يونت 1 لسن 3 اليونت الأول الدرس الثالث أين يعملون موجودة بصفحة 10 من كتاب الطالب صفحة 8 من كتاب النشاط صفحة 10 من كتاب الطالب مكتوب لي فوق listen, match and write the numbers استمع طابق أو وصل وكتب الأرقان استمع للمقطع الصوتي وصل الجابز الوظائف اللي خدناها بالدرس السابق بالplaces of work بأماكن العمل and write the numbers وكتب رقم كل وظيفة أمام مكان العمل المناسب رح نستمع المقطع الصوتي نتعرف على مكان عمل كل وظيفة بعدها انطابق track 6 part 3 listen, match and write the numbers 1 waiter I work in a restaurant 2 IT programmer I work in an office 3 engineer I work in an oil refinery 4 housewife I work at home 5 doctor nurse I work in a hospital I work in a hospital too 6 farmer I work on a farm 7 bus driver I drive a bus and I work on the roads 8 8 builder I work on a building site بعد ما سمعنا المقطع الصوتي المطلوب اني احفظ مكان عمل كل وظيفة مثل ما بدأت السابق حفظت الوظائف املاء ومعاني لازم احفظ بهذا الدرس مكان عمل كل وظيفة مثلا number one waiter النادل where does the waiter work اين يعمل النادل he works in restaurant يعمل في المطعم number two IT programmer المبرمج where does the IT programmer work اين يعمل المبرمج he works in an office يعمل في المكتب number three engineer مهندس where does the engineer work اين يعمل المهندس he works in an oil refinery يعمل في المصفى number four housewife ربة بيت where does the housewife work اين تعمل ربة البيت she works at home تعمل في المنزل number five doctor nurse طبيب و الممرضة where do they work اين يعملون they work in hospital يعملون في المستشفى number six farmer فلاح where does the farmer work اين يعمل الفلاح he works on a farm he works on a building site يعمل في مواقع يعمل في مواقع البناء بعد ما طابقنا الوظائف باماكن العمل اللي قلنا المطلوب من ادنا نحفظها رح نجي ناخذ الصيغة مالتها بالاسئلة طبعا هنا نشاط صفي طالب يسل where does the doctor work اين يعمل الطبيب والاخر يجاوب in hospital لدينا ملاحظات قواعدية شون يجينا هذا الموضوع بالامتحان اولا بعض الاسئلة المتعلقة بالوظائف تعطى الوظيفة ويطلب من التنميذ ذكر مكان عمل الوظيفة وهذا النوع من الاسئلة يبدأ بالادات where مرات يطين الوظيفة ويطلب من عندي مكان عمل الوظيفة بما ان انا حفظت الوظائف ومكان عملها اقدر اجاوب علي وهذا النوع من الاسئلة يبدأ بالادات where اللي هي معناها اين مثال where does the IT programmer work اين يعمل ال IT programmer اللي هو المبرمج عاني لازم حافظ مكان العمل كل وظيفة اقدر اجاوب عليه بما ان السؤال بيطلب where اين وطان الوظيفة ويريد مكان العمل اجاوب he works in an office هو يعمل في المكتب المصفه اما النوع الثاني aly يطيني مكان العمل الوظيفة هنا انا مطيني الوظيفة ويريد مكان العمل هنا انا يريد مطيني مكان العمل الوظيفة ويريد ذكر الوظيفة يريد الوظيفة من عندي وهاي النوع من الاسئلة يبدأ بالأداة who من خلنا شوف هذا المثال who works in an oil refinery من الذي يعمل في المصفة اذا مطيني مكان عمل الوظيفة يريد الوظيفة شيني الوظيفة المناسبة من الذي يعمل في حقل النفط engineer لذلك انا لازم احفظ مكان عمل الوظيفة والوظيفة المناسبة لها زيان خلنا اخذ امثلة وزارية اولا where does the waiter work اين يعمل النادل اذا بما ان السؤال بدأ بwhere اين اذا من طيني الوظيفة اللي هو الويتر النادل يريد مكان عملها hospital لو restaurant مستشفى لو المطعم مما ان النادل يعمل اعرف وين النادل يعمل بالرسترانت اللي هو المطعم number two فراغ works on the roads يعمل في الطرقات من الذي يعمل في الطرقات باس درايفر لو الدكتور الساق الحافلة لو الطبيب اكيد ساق الحافلة باس درايفر number three who works on a building site السؤال بدأ بwho من من طيني مكان الوظيفة يريد الوظيفة طيني مكان عمل الوظيفة يريد الوظيفة building site مواقع البناء من اللي يعمل بمواقع البناء builder البناء لول ويتر النادل اكيد البناء اللي هو builder هاي ما يخص صيغة اسئلة هالا الموضوع بالامتحان الوزاري عدنا موضوع جدا مهم اللي هو الفرق بين استخدامات الان والان والآت طبعا ذنني حروب جار تستخدم قبل اماكن العمل كل وحدة لها استخداماتها مثلا الان تستخدم مع الاماكن المغلقة اذا تلاحظون كلمة hospital مستشفى مكان مغلق محاط بجدران بين قوسيا كذلك الافس مكتب مغلق ومحاط بجدران رستورانت مطعم مغلق ومحاط بجدران oil refinery كذلك في حين نستخدم اون مع الاماكن المفتوحة اللي ما محاطة بجدران مثلا the roads الطرقات مكان مفتوح ما محاط بجدران building site مواقع البناء مكان مفتوح ما محاط بجدران كذلك الفارم الحقل مكان مفتوح ما محاط بجدران لذلك نستخدم الان اذا ان مع الاماكن المغلقة والان مع الاماكن مفتوحة اما تستخدم مع كلمة home وبعض الاحيان نستخدمها مع كلمة school اذا هيا ما بها قاعدة مجرد نستخدمها من نشوف كلمة home والذكر ان هاي الوحيدة اللي استخدم معاها at صيغة هاي السئلة موجودة بصفحة 11 من كتاب الطالب read and complete the sentences اقرأ واكمل الجمل الاتية بما يناسبها طبعا عن in و on و at تستخدم اما in او on او at my uncle is a waiter عمي نادل he works يعمل فراغ big restaurant restaurant مطعم المطعم مكان مغلق قلنا نستخدم مع الاماكن المغلقة in my aunt is an ass عمتي ممرضة she works تعمل فراغ hospital المستشفى المستشفى مكان مغلق لو مفتوح مكان مغلق نستخدم ويا in number three wassam's grandfather is a farmer جد wassam مزارع he works او فلح he works يعمل فراغ فارم في الحقل شنو الكلمة المناسبة للحقل in lo on لغات الحقل مكان مفتوح in نستخدمها مع الاماكن المغلقة شنو نستخدم مع الاماكن المفتوحة on اذا on تستخدم مع الاماكن المفتوحة فارم حقل والحقل مكان مفتوح number four does your father work فراغ office مكتب المكتب مكان مغلق مستخدم على ماكن المغلقة in number five my cousin drives a bus ابن عمي يقود حافلة he works يعمل فراغ roads in بغداد يعمل في الطرقات طرقات مكان مغلق لا مفتوح مفتوح لذلك نستخدم مع on housewife works فراغ home كلمتهم الوحيدة اللي قلنا نستخدم وياها الحرف at نجي على كتاب النشاط صفحة ثمانية من كتاب النشاط تمريم بي complete the sentences and write the jobs اكمل الجمل الاتية واكتب كذلك الوظائف number one this person works هذا الشخص يعمل في الهوسبتل المستشفى شنو الادات المناسبة هنا نخليها للهوسبتل in law on law at بما ان الهوسبتل مستشفى مكان مغلق نستخدم وياها and هذا الشخص يعمل في المستشفى من الذي يعمل في المستشفى هو حالها doctor اللي هو الطبيب number two this person works for our home هذا الشخص يعمل في البيت نانا شنو الادات المناسبة للهوم كنا بس اداة واحدة نستخدم وياها الهوم اللي هي الات هذا الشخص يعمل في البيت من الذي يعمل في البيت الربة البيت اللي هي housewife number three this person works for our roads هذا الشخص يعمل في الطرقات الطرقات مكان مفتوح نستخدم in لا ال in نستخدم مع الماكل مغلقة الات تستخدم فقط معهم اذا عدنا بس واحدة بقية اللي هي ال on تستخدم معلما مفتوحة من الشخص الذي يعمل في الطرقات السائق الحافلة يكيد اللي هو ال bus driver number four this person works for our works for our in an office يعمل في المكتب شنو الادات المناسبة للمكتب المكتب مكان مغلق ماذا نستخدم وياه نستخدم وياه اين من الشخص الذي يعمل في المكتب اكيد ال it programmer اللي هو المبرمج صفحة سامي كتاب النشاط سامرين دي listen read and write the jobs استمع وقرأ واكتب الوظيفة المناسبة أنا مثل حزورة شكل الشخص يقول يوصف وظيفته وهنا لازم نحزر اسم الوظيفة مثلا number one I usually wear white coat أنا دائما أرتدي white coat معطف أبيض and use stethoscope stethoscope معناها سماعة الطبيب I look after my patients أنا أعتني بالمرضى I work in a big building أنا أعمل في بناية كبيرة with lots with lots of other people مع الكثير من الناس الآخرين who do the same job الذين يعملون نفس الوظيفة and with lots of nurses والكثير والكثير من المنرضات أيضا ما هي الوظيفة المناسبة أكيد الطبيب اللي هي الدكتور number two I usually wear a hard hat أنا دائما أرتدي hard hat قبعة صليبة these hats are usually yellow هذه القبعات عادة ما تكون صفراء my work is hard عملي صعب and I must be strong يجب أن أكون قويا I need lots of tools for this job أحتاج الكثير من الأدوات لهذه المهمة أو لهذه الوظيفة ما هي الوظيفة المناسبة بلد البناء number three I usually work outside أنا عادة أعمل خارجا I like both sunny and rainy weather أنا أحب كلا الطقصين المشمس وال ممطة I drive أدراكتا أنا أسوق أو أقود عربة and use it for working in the fields واستخدمها للعمل في الحقول to grow things لأزرع الأشياء I also have animals أنا كذلك لدي حيوانات my animals are cows sheep حيوانات هي الماعز والخرفان and hands التجاج ما هي الوظيفة المناسبة المزارع أو الفلاح farmer number four I work in a place where there are lots of people talking أنا أعمل في مكان حيث يوجد الكثير من الناس يتحدثون eating يأكلون and drinking يشربون I carry food and drinks on trays أحمل الطعام والشراب في عربات to the tables إلى الطاولات I clean the tables وكذلك نظف الطاولات too and then I set them with knives ويجهزها بسكين forks الشوكات spoons والملعب and napkins والمناديل for the next customers للسبائن القادمين ما هي وظيفتي أكيد النادل اللي هي ترجمة نانسي قنقر